كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسو دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشب أتدري متى يستريح الضمير إذا نمت مستسمحا من جفاك أتدري متى بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشترك المصنين سيدنا السلام عليكم وكم أبو فردوس للأسف الكثير من الناس يعانون يتجهون من طبيب إلى طبيب أو من مستشفى إلى مستشفى هناك من يوصي الأطباء بقطع جزء من كبديه أو جزء من أمائه أو رجله أو يديه أو شيء من هذا القبيل ولا يعلم المسكين أو المسكينة أنه فقط عنده إصابة روحانية لو أبطل تلك العين التي أصابته أو ذلك الحسد الذي انتبه أو ذلك السحر الذي صنع له لكن الأمر أيسر وأسهل وتفادى الكثير من المعاناة والكثير من الأموال التي أنفقها والكثير من الجهد الذي ألم به أو جهد الذي قام به بدون جدوه نقول وبالله التوفيق أن الإنسان إذا أصيب بعين ننطلق من العين إذا أصيب بعين وذهب وتجه وظهرت الأعراض وتجه عند الطبيب طيب الإصابة لا ترى بالأجهزة المتطورة الحديثة أن هذه إصابة روحانية لأنها لم تنتقل بعد من الجسد الأثيري إلى الجسد العضوي طيب ما دام هناك أعراض ولم يتم انتقال المرض إلى مرض عضوي فالطيب لن ينفعه بمعنى الطيب سيصف له دواء لكن الجسم لن يستفيد من ذلك الدواء أو الجسد لا يكون مطالبا بالاستجابة لهذا الدواء لماذا؟ أنه أصلا إذا أصيب العين أصيب الجسد بإصابة روحانية كأن الجسد يغلق وهذه من المجربات كأن الجسد يغلق فلا يستجيب للطيب أبدا حتى يفسح بالرقية بفضل الله عز وجل ولو فقط بكلمتين أو ثلاثة بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين إن علم أنها فعلا عين إن كان له علم بالأعراض بسم الله تبطل كل عين يقررها مرات ومرات حينها يتجل الطيب نحن لسنا ضد الطيب العكس الطيب الطيب النبوي الطيب الرقية الشرعية الطيب الحديث كلهم نافعون للجسم لكن الأصل أن يفتح الجسد أولا أن يرقي ولو نفسه أو يستمع لرقية من مواقع التواصل الاجتماعي كل هذا ينفع يبحث سألني هذا الصباح كيف يعرف الإنسان أنه مسحور قلت لهم خير الأعراض إذن هذا الإنسان لا يكلف نفسه أن يبحث عن الأعراض ما هي أعراض العين ما هي أعراض السحر ما هي أعراض الحسد ما هي أعراض المس العاشق أو المنتقم إنسان يريدها باردة لا يكلف نفسه ولو وجهدا بسيطا ليبحث عن الأعراض وعن كذا وعن كذا هناك كثير من عنده أسئلة يسأل ويسأل ويسأل وليس سفيد أصلا أمد المجهودا ونقليلا وابحث ابحث لتسعلم طيب هذا الطبيب نعم هذا الطبيب ذلك اختصاصه لكن لا بأس أن تأخذ معلومة تنفعك وتنفع أهلك تستفيد منها اليوم وغدا وتنفع بأناس آخرين لكن أن تبقى جاهلا بحكم أنه ليس اختصاصك فهذا خطأ إنسان قد تجده ميكانيكي مثلا لكنه بارع في النجارة بارع في البناء ذلك في أشياء أخرى ينفع ببيته يعمل ذلك في بيته كذلك ومثال ماذا مثل هذه الإصابة الروحانية تحيط بنا من كل حد وصوب وكل يوم تقريبا وأنت خارج من بيتك وتلبس لباسا عادية ترى عادية لكن الآخرين لا يرونها عادية يصيبونك بيعين وأنت خارج من بيتك دون تحصين ودون صنة للصبح ودون أذكار الصباح والمساء فما تستوقع طيب توقعها العين ستصيبك بل عيون وإن كثرت العيون للجسد وإن كثرت أقول وإن كثرت العيون على الجسد فتصبح الإصابات أو الإصابة متراكمة عين متراكمة وهذه تحتاج وقت إنسان لابد أن يخفف على نفسه ولو بالقليل عندما تذهب للمعالج أو الراقي الذي عنده علم أقول الذي عنده علم ويفهم في علم التشخيص ليس الذي يقرأ وعليك فقط يقرأ فقط من أجل القراءة وهذا خطأ اقرأ أنت على نفسك من أجل القراءة أو اقرأ على نفسك بنية إبطال ما أصابك من عين أو حسد أو سحر اقرأ واسأل العز وجل أن يجعل قراءتك تلك سببا لتفجير العقد سببا لإبطال وإخراج العين سببا لإبطال وإخراج السحر سببا لإبطال وإخراج الحسد سببا لإضعاف الشياطين في الجسد سببا لتدمير الحصوم سببا لتقوية كل جن مسلم في الجسد إن كان هناك جن مسلم في الجسد لأن غالبا الجن المسلمين في الجسد يكونون ضعفاء ويكونون مربوطين إذن أنت بتعلم كيف تفك ربطهم وكيف تفك أغلالهم وقيودهم وكيف تفك الأقفال على الأقل تقول بسم الله تحل الأقفال والسلس التي صنعت لي إن كان هناك سحر إذن بهذه الأشياء تنفع نفسك وتنفع الأمواد وكونوا في خير إذن ومدام الشر في تزايد ومدام السحر يتكثرون يوما بعد يوم والسحرات المشاوية الدجلات لعنة الله عليهم إلى يوم الدين يزيدون ويتكثرون فلابد من العلاج فلابد من أن يتكاثر المعالجون يتكاثروا بكثرة ولابد أن يكون في كل بيت معالج هذا هو الأصل لا نحتاج إلى معالج في كل وقت وفي كل حين ونبحث عنه هنا وهناك تعلموا أنتم كيف تعالجون أنفسكم وأهليكم أولا وتعلموا كيف تحصن بيوتكم فهذا هو الأساس يا ناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه الشر قادم لمحالة ونحن نعيش في هذا البلد وفي هذا العالم أصبح الشر متفشي أصبح شيء عادي لماذا؟ لأن القلوب ماتت حتى أننا أصبحنا نرى المنكر شيء عادي لماذا؟ لأن القلوب عندما تموت ترى المنكر شيء عادي عندما ترى أختك مثلا تخرج بدون حجاب متبرجة اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا لماذا؟ لأن نجاراتها وصديقاتها وبنات خالتك وبناتها كلهن بهذا الشكل ليلة بسنا حجاب يرى الأمر أنه شيء عادي لكنه في الأصل ليس كذلك دائما نرجع إلى الأصل قرآن والسنة نرجع إلى الأصل قرآن والسنة لذا نقول وبالله التوفيق يا ناس يا ناس الكثير من المسلمين الكثير من المسلمين كلهم مصابون تقريبا 95% تقريبا إصابات لكن هناك من لا يعلم الغالبية لا تعلم الغالبية تجوب الطرقات لسبحة الدواء ولا تجد دواء أو تتناول كثير من الدواء بدون السبب بدون نتائج إذن نقول ليس كل من يسرع أو ليس كل من هو مريض مرضى روحاني يسرع هناك من لا يسرع أصلا تقرأ عليه حسن تقرأ عليه وتقرأ عليه وتقرأ عليه لكن لا يسرع أصلا طبيعة الجسدي لا تسرع من لا تترك الجسد الجن يتحكم فيه جسدي وهناك من يسرع بكلمة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم يسرع طبيعة الجسدية تلك مفتوحة أصلا فنسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء ونسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم الشر السحرة ومشاودين والدجالين والشر الشياطين الإنس والجن هذا أخوكم أبو فردوس من أمريكا وصلى الله وسلم وبركة على محمد وصحبه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر